ديل هنا مشوا قالوا يمشوا يسيروا موكب لمنزل قال الشهيد بيبو ده من الراستات هو وتغين فعالية بمدرمان للتعريب بها داعين المجتمع لتقبلهم على الرغم من اختلافهم اللي هم بسموهم قال الراستة وده هنا واحد شفت كيف وديل هنا برضو كانت بينا الراستة ما بيموت البنات الشيوعية ديل وهنا برضو الراستة ما بيموت الراستة دي اخوانا باختصار كده شديد في سنة 1920 للميلاد فهو حد اسم ماركوس ده اصلا هو نصراني بورتستانتي يعني يتبع للكنيسة الانجيلية قال جاتوا نبوة حلم بيها او كده لانه النصار عندما النبوة ما بتنتهي جاتوا نبوة بتقول وده باطل طبعا جاتوا نبوة بتقول انه في جسد المسيح يتجسد في واحد في افريغيا ملك بعد عشر سنوات سنة 1930 بعد عشر سنوات سنة 1930 قام حكم اسيوبيا هيلة سلاسي وهو اخر اباطرة اسيوبيا فقام قالوا دهوزات للجسد فيه المسيح عليه السلام فجعلوا هيلة سلاسي امبراطور اسيوبيا هو اخر امبراطور الاسيوبيا جعلوا اله يعبد من دون الله وكان في مصطلح الرستفارين بيسمى الاله جاه ويسمى ياه فسموا الجاه هيلة سلاسي والياه هيلة سلاسي فعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى جعلوا اله عديد لأنه قالوا ده المسيح ذاته اتجسد فيه والمسيح عند النصارى هو الله فيبقى هيلة سلاسي امبراطور اسيوبيا ده اله وده الله عندهم عبدوا عديد عبدوا الفئة اسيوبيا الرستفارين والقعدين في جمايكة وديل كان اغلبهم من الطبق السوداء ونحن ما عندنا نعصر في ناس بيوت في ناس صبر في ناس سود وديل كلهم سواسية ولا يتفاضلوا إلا بالتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله يتقاكم لكننا بيتكلم عن معتقدهم هم هم عنصرين كانوا لأن البريطانيين احتلوا جمايكة واتطهدوا السود فكان السود بيطمح في الخلاص من اضطهاد البيط الأم البريطانيين فطوالي قالوا في نبوه هتصر لواحد أفريقي أسود قال له هيلة سلاسي ده ظهرت فيه فهو الله عندهم وقالوا ده إلها الخلاص سنة 1966 قام هيلة سلاسي سافر من أسيويا مشى جمايكة يدور المعافنين ديل اللي هم الرستفارين ديل ناس أصلا كفار هم وأصلا الكلام دي من الدين النصراني أشكت شوف العلمانين والشوعين والملاحدة بيقبلوا أي دين الآن الآن قبلوا الراستة دي هدل دا الشوعين الرافعين الشعار دا في السودان عندنا المظاهرات الأسة دي اليومين الفاتو وهندين شفتا كيف فبيقبلوا أي دين أي دين إلا الدين الإسلامي فالراستة الرافعين الشوعين الليلة في مظاهراتنا السودانية ما هي إلا عقيدة نصرانية فسافر لهم إلى سلاسي سنة 1966 مشى جمايكة وليقى الراستفارين ديل وليقى من ضمنهم واحد يسمى ريتا مارلي ودي زوجة بوب مارلي لكن بوب مارلي كان مجل صعلك في الولايات المتحدة ما قاعد راجلة فقالتي قالت لما انهي له سلاسي نظر ليه بعينه قالت ولوح ليه بيده قالت عينت في يدينه أسر المسامير تعرفين المسامير يا تا اللي هو ما بقوله دا عيسى المسيح والصلب قالوا والله قالوا وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم فقالت أسر الصليب المسامير الصليب اللي جيته قال في يده قال فاعتقدت فيه زيادة إنه هو الإله بتاعهم فلما جرى جيلة من الرحلة تعتصال من الولايات المتحدة بوب مارلي جراجع فقام دعته للعقيدة دي بالمناسبة بوب مارلي ما كان من الرستفاريين مرته دخلته فدعته للشغل دي فدخل معاها واصلا هو كان مغني وصوته بيعجب الشباب والشابات والبنات تحديدا وكده فلما اندخل العقيدة دي معاه نشر الراستة دي وهي عقيدة ودين كفري كنسي يهودي برضو زي ما بينوا المؤرخين فدخلوا وعاشل سلاسل حد الف وتسعمية اربعة وسبعين ومات سنة خمسة وسبعين يعني حكم اربعة واربعين سنة ومات في العام الخمسة واربعين طوال المهم مات فطوال جماعة دي جعلوا اله وجهت العقيدة بتاعة الراستة اللي هي الراستفاريين دي الليلة الشيعينة هو دي هو دي قدامكم دخلوا في المظاهرات السودانية كانوا الاناركية واربعين الاعلام بتاعة الاناركية اللي هي الفوضى وعدم قبول السلطة الالهية وكذا السلطة القانونية والدنيوية كله قام دي قد انتهت بدوا في الراستة دي ليش يوعين كل مرة بيجيبوا حاجة كفرية لأن جماعة الشيعين اي عقيدة واي مذهب ومنهج يحارب الاسلام دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيتبنوا لشان كذا الليلة يتبنوا الاناركية انتهت جو تبنوا شنا جماعة الراستة فارية اما الشعر ده الشعر ده اصلا يدخل في العقيدة بتاعة الراستة ذاته وهو موجود من ترجمة لنصف الانجيل نفسه المحرف عرفتها الشعر المربة ذاته فالشباب دي الماء كلهم لاحظوا بربوا الشعر لكن في واحدين قالوا انه غنى وداري رقص وكذا وفي واحدين ماخدينه عقيدة كفرية الحادية وديل الشيعين والعلمانين عشان كذا الان دار يجروا الشباب للكلام ده ويجروا المظاهرات الحاصلة الليلة بالسودان للراستة فارية فانتبهوا يا شباب والله العظيم الناس دي لقايدينكم لمنزلق خطير دار يسلخوكم اول حاجة من الدين والاسلام والايمان ومن عبادة ربنا اتنين دار يسلخوكم حتى من عاداتكم بتاعت السودانين نحن عاداتنا يا اخواننا ما كان بنعرف لينا ولد بيقبل بيت ويحضونا جدام الناس في الشارع في السودان دو كان الناس بيشوي المسلسلات الهندية والمصرية والغير والتركية وغيره لكن السودانين ما كان عندهم كعادة عادة زيدي حتى لو زلعهم اللي بلوة كان بالدارة لكن الليلة الملاحدة والقحاتة ديل دايرين الفاحشة تنتشر وتشيع بين المؤمنين وربنا قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم انتم لا تعلمون